خلينا نروح إلى ساعة سفيرة نميرة نجن عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام حكامة العدل الدولية السفيرة نميرة نجن كانت ضفتة هنا في الستوديو خلال الأيام القليلة الماضية والحقيقة تحدثنا عن قضايا قانونية كثيرة وكانت في الاتحاد الإفريقي والنهاردة بتدير حوار قانوني مع الوفد الفلسطيني أمام حكامة العدل الدولية خلينا نرحب به ساعة سفيرة نميرة نجن ساعة سفيرة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ ناشا يعني ماذا جرى اليوم من إفادة ومن مرافعة مع الوفد الفلسطيني وأهم ما جاء من نقاط أمام حكامة العدل الدولية والعالم كله كان بيتابع لحقيقة كلمة حضرتك اللي احنا بنفخر وبنتشرف بيها مرسي مبدئيا الحقيقة النهاردة المرافعة كانت يعني أقل ما توصف بها أنا بالفعل تاريخية بدأت بمدخلة سيد وزير خارجية فلسطين رياض الملكي والتي شرحت تاريخ القضية الفلسطينية منذ نهاية الانتداب إلى يومنا هذا والتقسيم والتشردم الذي حدث للشعب الفلسطيني وإلى أرض فلسطين تلاها المرافعات القانونية للمجموعة من الفريق بدأت بأهمية النظر في السؤال أهمية الإجابة عليه وأن لدى المحكمة الإقتصاص القضائي للرد على الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة من قبل الجامعية العامة للأمم المتحدة تلاها مدخلة موضوعية متكاملة الأطراف حول الاستيطان والمشروع الاستيطاني الذي تحول الاحتلال إلى مشروع توسعي يتعدى الاحتلال ولكن يصل إلى مرحلة الاستعمار تلاها المداخلة الخاصة بالدفوع المقدمة لإثبات أن ما يحدث في الأراضي المحتلة تفرقة عنصرية كبيرة ليس فقط مرتبطة بالمشاكل القانونية القاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل عام ولكن أن الخروقات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تصل إلى مرحلة الأبرتايد وفيما يتعلق بالتفرقة داخل إسرائيل نفسها تم حتى معالجة ذلك لإثبات أن هناك تفرقة عنصرية داخل القوانين الإسرائيلية تستهدف المواطنين الإسرائيليين من أصل فلسطيني تلى ذلك المرافعة الخاصة بحق تقرير المصير وانتهت المرافعة القانونية كقانون بالتداعيات لكل ما عرضنا التداعيات للخروقات لقواعد القانون وما نطلبه من المحكمة وهو في نهاية المطاف إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أصبح غير مشروع انتهت المرافعات القانونية وتولى المرافعة الأخيرة لسيد الوزير رياض منصور سفير فلسطين أمم المتحدة والتي كانت عاطفية بشكل كبير ولكن أهم فيها أنها ختمت بما يحدث في غزة والوضع الإنساني الموجود على الأرض مطالبين المحكمة بالرد على السؤال واتخاذ في رأيها الاستشاري موقف من الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إنهاء هذا الاحتلال مباشرة حتى يمكن لنا اتخاذ خطوات طالية لتنفيذها على أرض الواقع في إطار منظومة الأمم المتحدة سعاد سفيرة يعني عندنا حاجتين توقعاتك لنهاية هذا المرسون القانوني ماذا يمكن أن يصدر عن المحكمة التعادل الدولية ويعني سقف أمنياتنا إيه؟ وطبعا يعني صعب جدا أن يمكن أن نتخيل ما يمكن أن تخرج بيه المحكمة ولكن أقدر أتكلم على طموحاتنا طموحاتنا أن يخرج الرأي الاستشاري مؤكدا على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو مشروع استيطاني متكامل الأبعاد تحول الاحتلال من احتلال عسكري إلى استعمار يفرق بشكل كامل بين مواطنين من أصل عنصري معين ضد الآخر ويؤدي إلى ضحض رأي أو ضحض حق الجانب الآخر في تقرير مصيره وبالتالي هذا الاحتلال غير مشروع هناك تدعيات قانونية كثيرة لكلمة أن الاحتلال أصبح غير مشروع وللبعض كتير هتلاقي ناس ما تعرفش أن الاحتلال في حد ذات وفقا للقانون مش بالضرورة يكون غير مشروعا هناك أسباب ليكون الاحتلال غير مشروع وإحنا قدام المحكمة النهاردة كنا بنحاول نثبت للمحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح غير مشروعا لأنه مشروع طويل الأمد ولا تريد إسرائيل بكل التصريحات التي خرج بها المسؤولين الإسرائيليين عبر السنوات منذ إنشاء دولة إسرائيل اليومين هذا توضح أنهم لا يريدون ترك الأرض يريدون الأرض بدون أهلها وهذا أمر غير مقبول سعاد سفيرة أنا بشكرك جدا ويعني نتمنى أن نرى هذه الطموحات والأمال يعني تمس أرض الواقع إن شاء الله خلال الفترة القادمة أنا بشكرك جدا سعاد سفيرة ناميرا نجم اللي كانت النهاردة مشرفانة في الوفد أو لجنة المرافعة القانونية الفلسطينية كل شكرا لتخدير حضرك سعاد سفيرة ترجمة نانسي قنقر